السلام ومرحبا بكم على قناتنا الأخبارية الحياة لفيك كما تعودت في كل يوم هنا أخبار وأحتيات جديدة ومثنوعة اليوم بش نحكيه على استدعاء الممثل القانوني لقرتاج بليس للمثول أمام التحقيق حيث أفادت قناة قرتاج بليس التلفزية عبر صفحتها على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك عشية اليوم أنه تم استدعاء ممثلها القانوني المثول أمام مكتب التحقيق يوم الخميسة ستاش مائي واستدعاء رئيس مدير عام إذاعة يفامة للمثول أمام فرقة الأبحاث العضلية بالجورجيني حيث أعلنت إذاعة يفامة اليوم بأن رئيس مدير عام الإذاعة وممثلها القانوني حامد أسويح ظلق استدعاء المثول أمام فرقة الأبحاث العضلية بالجورجيني ويأتي استدعاء أسويح بعد إيقاف كل من الأعلام برهين بسيس ومورد الزغيدي وإصدار بطاقة إيديا بالسجن في حقل كرونيوكيز ومحامية سونية الدهماني ويشاره لأنه تم يوم الأربعاء 24 أفريل 2024 استدعاء أسويح للمثول أمام الفرقة المستصى للحرس الوطني بالعوين رفقة الصحفية وخلود المبروكة إثر حوار أجرته الأخيرة مع رئيس حزب الرئي الوطنية الوزير الأسبق الهارب بطبيعة الحارب من العدلة اللي هو مبروك كرشيد يلا ذرابة قوية للإصلاح والتطهير ما تنسبش إليك اشتراك تفعل الجرس وإلى اللقاء